أيضاً اليوم غزة يعني الحزب التقدم الاشتراكي أنا رح أنقلك ما أقف ورأي ناس مع الحزب التقدم الاشتراكي يعني طيب مع غزة ومع مساند الثالثة وا 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 لكن لا تذهبوا بعيداً بأي معنى يعني عم بي نقال أنه اليوم البلد خربين اليوم نحن اقتصادياً منهارين اليوم الحرب ليست فقط في الجنوب هي على كل لبنان الوضع يعني إنعكاسة على كل لبنان ما بيقدر حدا يعمل مشروع في لبنان اليوم ما بيقدر حدا من المختربين اللي هن كتار حتى من هذه المنطقة تحديداً عم نحكي بيجوا ولا ما بيجوا على البلد نشعرفين إذا في حرب إنه ليش الحزب الاشتراكي إنه لأ فيها طيب فيه مساندة بس ليش الآن بتروحوا بعيد وإنتوا عارفين إنه إنعكاسة كتير كبير على البلد أولاً هذا التزام تاريخي بالقضية فلسطين وهذا إرث كبير من إرث كمال جنبلات ووسيط كمال جنبلات أن نحافظ على هذه الأمانة على هذه القضية على هذه الهوية وبالتالي كل تاريخنا النضالي قام على نصرة هذه القضية لأنها قضية حق لدرجة أنه تعيدوا حرب جنوب وهي قضية حق وبذكر بدي أصلك ودائماً لا مجال للحياد في معركة بين الظالم والمظلوم بين الجلاد والضحية بين المغتصب والمغتصب أرضه وبالتالي بدي يكون عندك موقف نحن أعلننا إنحيازنا وموقفنا الحاسن إلى جانب القضية الفلسطينية وأذكر عشية 7 أكتوبر كان 6 أكتوبر عندما قام وليد جنبلات ودون تلك التغريدة ووجه تحية للجندي العربي المجهول الذي دك خط برليف وتجاوز وأسقط ندرية الجيش الذي لا يقر وجوابوه طبعاً الإسرائيليين وجوابهم بطريقة خاطب عدو في صبيحة اليوم التالي كان العدوان شوفي الصدفة لم يكن موقفه مرتبط لم يكن يعلم أن هناك عملية 7 أكتوبر وطبعاً بعروبة وليد جنبلات وبعمق التزامه وما ننسى وليد جنبلات هو ابن الشهيد كمال جنبلات وهو حفيد الأمير شاكيب أرسلان الملتصق تماماً بقضية فلسطين والذي أوصى قال لهم أوصيكم بفلسطين وكان يتدخل شاكيب أرسلان كان يحاول الأمير شاكيب أرسلان أن يقوم بدور تقريب وجهة النظر بين المكونات الفلسطينية قبل النكبة من أجل تحصين الموقف الفلسطيني إذن هو يحمل هذا المجد وهذا الأرث التاريخي من الجد ومن الأب وبالتالي هذا جزء من شخصيته ومن كيانه ومن تفكيره ومن ثقافته لولي جنبلات والحزب التقدم للشراء عندما بدأت هذه العملية وحققت ما حققته أضيف إلى هذا النفس العروبي والقومي الموجود عند ولي جنبلات الفلسطيني هذا الحماس أنه أحيانا ولي جنبلات هذا العاقل هذا العاقل وهذا الناضج وهذا المختمر بالتجربة بتشوفي أحيان هذا الثوري بعمر الشباب يندفع ويعني مثل ما يكون فيه بيكون بالمقدمة لأنه عنده هذا صدق الالتزام بهذه القضية كان من أبرز وأوائل من حملوا لواء هذا الفعل لأنه أعتبر أنه لأول مرة بالتاريخ نحن نجتازي خط 48 وتوجه صفعة وقد تؤدي هذه الصفعة إلى دولوج طريق التسوي العادي واستعادة الحقوق بيتحمس مثل ما بنقول أنه أستاذ ولي جنبلات بيتحمس طيب هذي الحماس وانتو تحمستو كمان بس تتحمستو لدرجة أن تروحوا تقاتلوا مع حزب الله بجنوب لا لا لأنه نحن إلنا رأي نحن خليني يكون وهذا ردا على السؤال نحن لسنا بالضرورة أن نقوم بلبنان بدور يتعدى دور الدعم السياسي والمعنوي والإعلامي لما يجري هناك وليس بحاجة لأي مدد أو دعم بشري أو تقني وبالأساس لا إمكانية لا لوجستية أو عسكرية لدينا أن نقوم بهذا الواجب بعدما سلمنا سلاحنا إلى الدولة اللبنانية وقد يكون جزء يسير من هذا السلاح ذهب إلى المقاومة في لبنان في ذلك الوقت نحن قمنا بتسليم سلاح جيش التحرير الشعبي إلى الدولة اللبنانية والدولة السورية في ذلك الوقت وهناك سلاح نوعي كل الناس بتعرفه ليس سرا قام ولي جملات بتسليمه إلى المقاومة قبل عندما سلمنا سلاحنا وحلينا سلمنا لحظة الله يعني نعم شو كان السلاح النوعي بوقتها؟ هو السلاح المضار للدروع واستخدم يمكن حتى هذا جزء لا يمكن أن نغفل وهذا صار بس بهذه المرحلة لما إجراء تسليم سلاح زالت يعني كنت من الناس اللي ما بدوا نسلم السلاح لا يمكن كان عندنا قلق على المصير لأنه وعينا نحن على تجربة غير مطمئنة ولكن بالأخير حصل هذا الموضوع بضمانات دولية إقليمية كبيرة بس ما كنت من يعني كانت صعبة لحظة تسليم السلاح عليك كمقاتل كانت صعبة كل من شارك في تلك الفترة وكان ملتصقا بهذه الأرض متجذرا كان قد يكون بمرحلة يقدم روحه ودماؤه في سبيل دفاع عن ما يؤمن به كان لديه قلق صحيح كان عندنا هذا القلق ولكن كان عندنا ثقة كبيرة ليس بأي أحد بوليد جملات اليوم حزب الله عنده هيدا الشعور يعني خليني أبتح هذا المزدوجة تفتح وعينا على هذا الرجل وكان يشكل ومازال ضماني وهو بما يمتلك من تجربة وخبرة وحرص وقدرة نطع ثقة كبيرة به وهو لم يخذ الجمهوره ولا ناسه يعني بتتفهم اليوم مخاوف حزب الله هيدا لحظة اللي انه خوف على المصير بلحظة تسليم السلاح كان يكون هذا الشعور موجود عند حزب الله ولكن عندما تحين لحظة التسويه الكبرى يكون هناك ضمانات قدي بتقول قريبة هيدا قدي قريبة التسويه الكبرى عصرت مرحلة تسليم سلاحكم اليوم نحنا بأي مرحلة بتشبهها بصراحة بقول لك ماني شايفة قريبة يعني لا 85 ولا 84 يعني بأي مرحلة شبيهة نحنا اليوم بالبلد لا لا هذا كل مرحلة بين 82 و90 كان هناك محاولات يعني طبعا الحوارات الداخلية اللي كان نصير هون بكفية بعدين لوزان جينيف كله الحوارات حوار بيت الدين من ثم أتى الطائف نحنا بأي مرحلة اليوم بتقول لا ما زلنا بعيدين عن المرحلة بالنسبة لعب تحكي المقاومة والتسويه ما زلت بعيدة نسبيا كتير لأنه التفاوض الذي يجري بين الولايات المتحدة وإيران يجري بنفس طويل بالحياكة السجادة الإيرانية الغير مستعجلة وبعدين جايكي هلق الانتخابات الأمريكية المقبلة وما قد ينتج عنها مش واضحة كيف حتكون وكيف ستكون أفاق المرحلة المقبلة كراءة وليد جمبلات موضوع سلاح بتقول أنه يعني كأنه يرى مجددا ترامب في البيت الأبيض بس مش فائية سياسية ما موضوع صاحب نبوء أو نحن كمان المسألة ما ترك إلا الناخب الأمريكي غير صحيح ما قاعدكم مخاوف من هذا الموضوع أنه يرجع ترامب ولا هو سياسة بذكر من أربع سنوات عندما كان يهلل البعض لبايدن كان إلي موقف هاك بتغريدي أنه نحن نلهي حالنا بأمور لا تعنينا بالنتيجة تذكروا أيها المهللون والمطبلون لبايدن أو لغيره السياسي الأمريكي والخارجي لا تتغير المطبخ واحد ويختلف الأسلوب والدليل ما حصل بي غزة مش بايدن اللي هللنا له وديمقراطي وما بعرف شو سميناه طب ما هو يغطى أبشع حرب صارت على الفلسطينيين وكان هذا المشهد المؤسف بمحال بتشوفي طائرات أمريكية تنزل المساعدات بالمضلات وها نفس الطائرات تنزل الصواريخ على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والكنائس والمستشفيات شو هالمعادلة وهالمفارقة البشعة بالنتيجة هذه الحرب صارت بغطاء أمريكي كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنتو اليوم كي حزب مع حرب المساندة أنت استمر الحرب طويلة على غزة خليني يكون موضوع لعدوين على غزة طويل إذا بتسأليني قبل الحرب تقليلي أنتو مع أنو تنفتح جبه بقلك لا لأنو هاي لن تضيف شيء على الميدان بالعكس قد تعرض لبنان وكون الموضوع أكيد ما حدا استشارنا فيه عم نحكي بكل وقعية واتخذ القرار كنا نأمل أن لا ينجار لبنان إلى المواجهة وأن يكون الدعم للإخوان الفلسطينيين بأطر أخرى سياسية وهن يستطيعون اليوم والدليل بعد تسعة شهر عم يقوموا بوجباتهم ويحققون الخسائر ويؤلمون جيش العدو وفي صمود كبيرة وبالتالي يمكن جبهة المشاغلة ما منعت تدمير غزة وقتل ستة وثلاثين ألف فلسطيني وتهجير الملايين وجرح خمسة وثمانين ثلاثة وثمانين خمسة وثمانين ألف وتدمير كل المدارس والمساجد والمستشفيات ما منع ولكن اليوم اليوم ربما هناك معادلة جديدة سنعود إليها بعد قليل ليه؟ رح أرجع لها بس أرجع جاوبك على سؤالك عندما اندلعت الحرب ومستشارونا طبعا كان مطلب وليد جملات ومطلبنا كحزب واحد إياكم واعطاء ذريع للعدوان كي يوسع الحرب إياكم أن تفلتوا من إيدكم مصر على الجنوب ويصبح ساحة مستباحة لكل واحد يجي يغني مواله فيه هذا الموقف لم يتغير بس مصرنا هيك؟ ونحن اليوم موقفنا مصرنا هيك؟ أنا برأيي مضبوط أكم فأحد عم بيقاتي بجنوب؟ أوافق شخصيا أنا عبي أحكي عن رأيي لا أوافق أنه الميدان متفالت بالجنوب ومضبوط ما شفت قديش استفزوا مثلا ببيروت من تشريع للجماعة الإسلامية بعكار في ناس استفزت ولكن أنه اليوم إذا بيصير فيه مظاهر مسلحة في أي من مناطق الجبل إذا استشاد مثلا أحد المنتمين من طائفة الموحدين أنتوا ما بتستفزوا كحزب؟ هذا شيء آخر أنا عبي أحكي عن الساحة الجنوبية الساحة الجنوبية مضبوطة الإقاع مضبوطة الإقاع كله يحصل تحت السيطرة وهذا كان مطلبنا أنه سيطروا تحت سيطرة في حزب الله أما وقد اندلعتوا حرب وما حدا سألنا صارت الحرب سيطروا على الميدان ولا تعطوا ذريعة للعدو الإسرائيلي كي يوسع أدوانه مين هيك قلتوا لحزب الله سيطروا يعني هلأ كل من يقاتل بالنسبة لكم هو تحت سيطرة حزب الله برأينا مضبوط الميدان وأنه لازم يضلوا مضبوط بس بدي أرجع حلق للفكرة اللي سألتيني عنها لأنه ما بضيع سؤال لا أكيد ولا أنا بضيع سؤال أكيد سبحان الله بعرفك متابعة ولكن اليوم هذه الجبهة تؤلم إسرائيل والدليل اليوم وصل هوكشتاين إلى إسرائيل وغدا في بيروت ويأتي لتبريد الأجواء ووضع معادلة جديدة قد يكون فيها شيء من التراجع عن معادلة السابقة على الألف سمعيو واحد والنقاط اللي انحكى فيها وقتا بأحدى لقاءات هوكشتاين بوليد جملات عندما كان يتحدث عن تطبيق الألف سبعمية واحد وكان يطالب بانسحاب قوات حزب الله كان يقول تطالبون أبناء الجنوب أن ينسحبوا من قراءهم هذا شيء مش عملي طب ماذا عن المصيرات كان يجاوب هوكشتاين ما تعتلهم رح نرفع مستوى التحليق ما بتشفوه كان جواب ما كان موفق أبدا ولا كان لائق ولكن اليوم سمعنا كلامه أنه بكرة بتبين بالأعلام حتى اللي يقول وقتا اللي نقاله لو وليد جملات وقتا رد عليه أنه كأنه بتقصفونا وأنه نحنا بنموت على السكت يعني من دون ما نشوفكم تقتلونا من دون ما نشوفكم ممكن ما نشوفكم يعني بالتالي فيه ومشين هيك هو يكشف يبع أنه هو ما بيكشف كوالي استقاءاته كشفوا لأنه هلقدم طعد من جواب هوكشتاين وإعتبروا أنه عبروا عن هذا الموضوع بالأعلام وبالموقف بالموقف بالموقف بأكثر من ما خل وبالتالي بيعرف هوكشتاين منيحة كيف وليد جملات رد هذا الكلام بالأعلام وبغيره ولكن هوكشتاين قاتي بمعادلة ثماني كيلومتر منطقة آمنة ووقف التحليق إذا فيه تراجع إذا صح ما سمعناه هذا التراجع وأتى إلى إسرائيل قبل أن يأتي للبنان يبدو كيأخذ ضماني بهذا الموضوع إذا صح هذا الموضوع يكون واقع الجنوب عبيفرد حاله واليوم إسرائيل تريد وقفا لإطلاق النار في جنوب لبنان في شمال أراضية في جنوب لبنان يعني بشمال فلسطين بشمال لأنه هي مأزومة هي اليوم عندها مهجرين مستوطنين نزحوا إلى الوسط توقفت الزراعة والسياحة والصناعة وهناك شلال تام هناك تبمير عبيصير هناك خسائر كبيرة يعني فيه سعي إسرائيلي لوقف إطلاق النار من جهة شمال لفلسطين المحتلة لأن كما هو طلب داخل لإبناني أنه وقف الحرب ويبدو بالتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي الغير مباشر اللي هو عبر قطر مشكورة ومصر والولايات المتحدة الأمريكية مسألة وقف إطلاق النار تبحث بتفاصيلها موضوع الجنوب موضوع ضاغط على إسرائيل وتحسب له الفحساب هيدا الكلام اللي تحدثوا النائب واليد جملات بالزيارة الأخيرة اللي كنت حضرتك معه فيها إلى قطر كان الحديث جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة أكتر منه العالم قاعدت تربط رئيسيات بلبنان كان الحديث هناك أكتر صراحة صار حديث الحديث اللي حصل مع سمو الأمير الشيخ تميم مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن حصل بدأ من غزة مرورا بالضفة الغربية والقلق على الترانسفير الجديد وصولا إلى الجنوب اللبناني إلى سوريا إلى لبنان إلى الملف الرئيسي كان جولة أفق كبيرة متشعبة بكل التفاصيل بس كان النقل الموقف اللبناني بأنه جبهة الجنوب وقف لابد من إعادة الاعتبار أولا وقف طلق نار إعادة الاعتبار للألف وسبعمائة وواحد الاتفاق على النقاط المختلف عليها ونحن يعني هلأ سعر 8 كم مش متل ما كانوا عم بيحكوا قبل 15 كم هذا المطلب يبلو حامل هوكشتاين رح ننتظر لبكرة ونشوف ولكن المعطى البديقلك إجا هوكشتاين من عدة شهور إلى لبنان إجا بشهر كانون تاني يمكن واحد أعتقد بلقاءه مع الرئيس بره كان في لقاء عام هو الرئيس بره بالعنوين وكان هناك لقاء تفصيل بين فريقين العمل تم الاتفاق أو تم مقاربة معظم التفاصيل وكاد أن يكون الألف وسبعمائة وواحد ناجزا بسيغة جديدة ترضي الفريقين ولكن كان يحتاج الأمر إلى وقف لإطلاق النار هوكشتاين في ذلك الوقت قال كلاما للرئيس بره سأعود لأنه وقف تطلق النار سيحدث الخلل اللي صار أنه وقف تطلق النار ما صار اليوم يعود من أجل وقف تطلق النار وحاملا معه معادلة جديدة هذه معادلة يقبل بثماني كيلومتر رفض ما فيه جاوب عن حدا لأ برأي ما سأنتو متطلع لأ أنتو عادلة بتعرفه رئيس بره بذكاءه رئيس بره شو بقول رئيس بره بذكاءه تماني كيلومتر تدراس كده توصل إلى مسودي لا تتحدث بشكل واضح عن الكمية وعاول عدد الكيلومترات بل كان يؤكد على التطبيق متوازل 1701 وكانت صيغة مبهمة بشكل إيجابي مقبولة من الفريقين كانت اللغة العربية المطاطة هي نسخة أمريكا إنجليزية باللغة الإنجليزية طبعا ويعتقد كان الموضوع مقبولا لدى الجانب الإسرائيلي ولدى جانب المقاومة بشكل ليس هناك إلزام محدد بشي معين بالكيلومترات يعني ما راح يصير في ذكر بتراجع لعشرين كيلومتر ولدى 8 كيلومتر ولكن ما ما حكي حول هالنقطة كان هناك صيغة مرنة مقبولة تمرر الاتفاق هلأ كيف بلأ تيجي الصيغة جديدة وهل سيقبل فيها الرئيس بري ننتظر ونرى ما إلي حق أنا جاوب بس أنتوا بجاوكم أنه وقف الطلعات الجوية وأنه كما ينتراجع عني وحدة من الشغلات المهمة اللي كان بتراحها الرئيس بري هي وقف الانتهاكات الجوية لأنه في 35 ألف انتهاك إسرائيلة منذ الـ 1701 لتاريخ بدء الحرب ومشان هيك تكشف النائب وليد جنبلات ما جرى من حوار بينه وبين هوكشتاين بموضوع الطلعات الجوية لأنه هيدا المطلب بسيدة تراجع أمريكي إذا عب يقول موقف الطلعات خلينا نشوف نحن بعدنا حذرين من ما سمعناه بدنا نسمع تصريح وموقف مكتوب بس نحنا ما مالتنا ربطين كل شيء بجبهة غزة يعني ما رح توقف الحرب يعني نحن ربطنا جبهة لبنان بجبهة غزة هيدا شو بدنا ننتبه لشي صار مظبوط هيدا شي مربوط ولهذا السبب وقف تطلق النار ما صار وهناك ربط بين الموقفين ويبدو هذا الموقف يعزز الموقف الفلسطيني بالتفاوض ربط جبهة لبنان لأنه جبهة لبنان أصبحت تشكل ضغط ولكن كمان تلقى دي هك بعض الإشارات بالسياسي طيب اليوم بدأ خفض التصعيد في غزة اليوم بدأ يتحدث نتنياهو عن هدنة تكتيكية اليوم يتجه إلى حل مجلس الحرب تحت عنوان لا يريد أن يضم بنكفير إلى مجلس الحرب في بعض المؤشرات بتقول صحيح الحرب مستمرة وعلى أمد طويل ولكن فيه تخفيض لمنسوب لواتيرة لواتيرة المواجهات القصف والدم مع قدوم هوكشتاين إلى المنطقة مع ما يبحث بموضوع الألف وسبعمائة وواحد ووقف التحليق والطرح الجديد علينا أن ننتظر ونرى قد يكون هناك نافذة قد يكون ولكن هذا لا يعني نهاية الصراع بهذا الكلام حضرت طاق من ابتخناعي هذه المنطقة فيها من المختربين يمكن قد المكامين صح تريبا يعني هل قد نسبة الاختراف الكبيرة بتقلهم تعوا بالصيف ما رح يصير في حرب شاملة لا أعتقد أنه المغتر اللبناني ينتظر أحد لا 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 ينتظر كتير بدأ يأتي حضرتك سياسي كنت بمناسبة اليوم إذا بتطلع بتقول للناس لا تعوا أنا بقل لك المختربين لا ينتظرون صحيح فيه إقبال على لبنان كتير بطياران مفول كل هيدول بس فيه ناس خايفة ما بسمح لنفسي أعطي هذا التطميم التطميم وأدعي أنني أعلم وأننا نعلم في الحزب أو حتى ولي جملات يعلم أفاق المرحلة نحن أمام مفترق خطير قد نذهب باتجاه تهدئة مؤقتة ولكن الحرب مستمرة وقد لا سمح الله يحدث حدث أمني كبير وتتفلت الأمور ولا يستطيع أحد أن يسيطر على شيء لهذا السبب بواقعي ما فينا نرجح نراهن على هذه الحركة الجديدة لهوكشتاين ومبارحة أنا كنت بمناسبة اجتماعية جامعة بمنطقته بأكتر المحل وببلته وتفجأت بكم كبير من المغتربين أتوا رغم القصف وهي شجاعة لبنانية وهذا التعلق والتجدر بالأرض كتير منيح من أكد علي بالأخير ما بتوقف الحياة بدأت استمر ببين المشهد أكثر وضوحا بعد زيارة هوكشتاين بتقول بعتقد خلال هالعشر تيام تتوضح صورة أكتر بعد جولة هوكشتاين إلى المنطقة تتوضح صورة أكتر تتوضح أكتر قد لا تكون حسمي ولكن تتوضح تتوضح صورة أكتر ابتكين تتوضح صورة أكتر